اشتركوا في القناة القمة العربية المرتقبة يوم غاد الثلاثاء وبعد غاد الأربعاء بالجزائر غياب ملوك وأمراء الخليج بالإضافة إلى الملك محمد السادس أكد بما لا يدع مجالا للشك فشل القمة العربية التي سعت الجزائر إلى التصويق لها منذ سنوات بل حتى أمير قطر الذي أكدت السلطات الجزائرية حضورها كانت زيارته مجدولة منذ زمن لوضع حجر الأساس للمستشفى الجزائرية الألمانية القطرية بسعة أربعمائة سريرة ويرى المتتبعون السبب الرئيسي وراء فشل القمة العربية هي السلطات الجزائرية والنظام الحاكم حيث حاولت منذ البداية فرض أجندتها قبل القمة بالإضافة إلى تمسكها بالولاء التام لإيران ودعم الانفصال هذا واعترف قبل قليل بوق النظام الجزائري حفيد الدراجي معلق قنوات بينسبورس بفشل القمة العربية حيث قال في تدوينة له الذين حاولوا التطبيع مع إسرائيل إلى تحالف سياسي ضد فلسطين وعسكرية ضد من يقف مع نصرة الفلسطينيين كانوا سيحضرون القمة الصاغرين لو كانت لأجل لما الشمل مع إسرائيل لذلك ساعوا إلى إفشال قمة الجزائر ثم غابوا عنها تجنبا للإحراج وخوفا على مشاعر سادتهم في أمريكا وإسرائيل نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء